بشكر حضرككم بشكر السائل السؤال اولا القواعد المنظمة لشراء الامحة كانت هي قانون المشتريات والمؤخصات الساري وكان بيتم طرح منقصة عالمية في ذلك نظرا للظروف وتحسبا لمثل هذه الامور تم عرض على مجلس الوزراء ووافق مجلس الوزراء باعطاء هيئة السنعة التنمونية السلطة لعمل اتفاقيات مباشرة مع موردين مباشرين او مع الحكومات وبالتالي منذ بداية هذه الازمة اصبح لدينا هذه الالية من قرار مجلس الوزراء جاري الان مناقشات مع الحكومة الهندية ومع الاستراليا ومع فرنسا ومع كازاخستان في كثير من الدول واحنا بس اسمحولي بس العالم كله بصص نتيج مصر اكبر مستورد امح في العالم فازاي ما بتستوردوش دلوقتي مش هنستورد دلوقتي احنا في موسم محلي والحمد لله الخير موجود يعني اه بقى نزيد زيد من العجز نزود ما عندنا هو اربعة شهر النهاردة وعندنا محصول ان شاء الله هيوصل زي موعدنا دورة رئيس انا ووزير الزراعة خمسة ونص مليون طن لاول مرة يبقى عندنا فيوصلنا الاخر هل معنى كده ان اح مش محتاجين امح لا محتاجين امح وفعلا لابد هنستورد الاربعة ونص مليون طن هنستوردهم للعيش البلدي بالاضافة لللي احنا بناخده بالاضافة للقطاع الخاص شغال وهيستورد الخمسة او الاربعة ونص التانيين بناء على معدلات تستهلك النقطة التانية وبالذات بجاوب الجزء بتاع روسيا من هنا وفي حضور دولة رئيس الوزراء لابدنا ان نواجه الشكر لكل الموردين الروس لسبب لم يتقعصوا في توريد كافة الاتفاقات وكافة العقود التي تمت حتى هذه اللحظة والدول اوكرانيا وفت بكل الموضوع فرنسا وفت رومانيا بس انا كنت اقصد بعدين انت حضر دولة رئيس رومانيا وروسيا نتيتهم اللي كان في المشكلة ولكن الحق تم توريد كافة الكميات التي تم في موضوع هي اصارته بس استاذ احضرك عشان واخد لغت كتير في مركب اتقال انها امح اوكراني وطلع من روسيا اللي سمحت بتحرك وقالت انها جت على المواني المصري لم يكن هناك اي مستردات شحن ولم يكن هناك اي طلب من قطاع خاص او من قطاع حكومي ورفضنا دخولها المواني المصرية وتحركت الى ميناء في الظروف الازمات دي بيبقى فيه بعض التجار وكده معهم شوية امح وبيتحركوا بيه لمجرد ان هما يشتغلوا بيه على اي ميناء لم نسمح بمثل هذه الممارسات انما الحق قال لابدنا ان نوجه الشكر لكافة الجهات المؤردة والعملة معنا في الاقماح شكرا اشتركوا في القناة